اشتركوا في القناة ويشعتيد على ستة عشر مقعدا ويمين على ثلاثة عشر مقعدا هذا وستحصل القائمة المشتركة على أحد عشر مقعدا فيما يحصل كل منشاس ويهدود هاتورا على ثمانية مقاعد كما وسيحصل حزب إسرائيل بيتينو على سبعة مقاعد وكل من كحولفان وميرتس على خمسة مقاعد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بن يمين نيتنياهو يسعى لتعزيز صفوف حزبه بمرشحين جدد ومن أبرزهم السفير الإسرائيلي في واشنطن منذ عام 2013 رون ديرمر جاء ذلك بعد انشقاق خمسة عضاء كنيست عن حزب الليكود خلال الأسبوعين الأخيرين في حين تشير استطلاعات الرأي لاستحالة تشكيل نيتنياهو للحكومة المقبلة هذا واترح نيتنياهو اسم الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي قال هيرش بالإضافة إلى إمكانية ترشيح قلعات شارون نجل رئيس الوزراء الأسبق رييل شارون الذي انشق عن الليكود مع والده وشكل حزب كديمة قبل أن يعود إلى الليكود لاحقاً ويواجه نيتنياهو أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس حزب كحول لفان ووزير الأمن بني جانس يعتزم خوض الانتخابات المقبلة على الرغم من تراجع الحزب في استطلاعات الرأي إلى خمسة مقاعد واحتمالية عدم تجاوز نسبة الحسم ووفق الوسائل هناك ترجيحات بأن يغادر الحزب قائدان باريزان منهما وزير الخارجية جابي أشكنازي ووزير القضاء في نيسين كورن فيما تأكد نبأ مغادرة وزير السياحة السابق أساف زمير صفوف الحزب ونقلت وسائل الإعلام عن مقرب من جانس أن الاستطلاعات حالياً ليست جيدة إلا أنه في اللحظة التي ستبدأ فيها حملة انتخابية الأوضاع ستتغير والاستطلاعات ستتحسن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3498 إصابة جديدة بكورونا فيما وصلت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 4 فارزة 9% ووفق معطيات الوزارة فقد بلغ عدد الإصابات الخطيرة 590 منهم 144 مرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي فيما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة إلى 3226 حالة وفاة وقال وزير الصحة يولي إدليشتن إن 379 ألف شخص طلقوا لقاح كورونا منذ بدء حملة التطعيم مطلع الأسبوع الماضي وطالب إدليشتن مدير عام وزارته بروفيسور حيزي ليفي بتطعيم 100 ألف شخص يومياً بدءاً من الأسبوع الحالي ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو هدفاً بتطعيم أكثر من مليوني شخص بعد شهر ونصف هذا وترددت شكاوى بأن المستشفيات تعطي اللقاح لأشخاص دون سن 60 عاماً حيث يقوم العاملون بالمستشفى بإعطاء اللقاح لأقاربهم مع بدء الإغلاق الثالث لا يزال المواطنون في المجتمع العربي يعانون من ضيق الأوضاع الاقتصادية وتدهور مصالحهم حيث تعتبر خسائر هذا العام فادحة مما زاد نسبة البطالة فيها هناك توقع بأن بعض الأعمال بدأت أن تزاوي الأعمال عن بعد عن طريق الزوم وعن طريق الكمبيوتر وأجهزة التواصل وبالتالي هناك توقع بأن بعض من العمال سوف يواصلوا عملهم حتى في مرحلة الإغلاق ولكن أنا أعتقد بأن هذا الموضوع قليل يعني نسبة أقل بكثير مما كنا نتوقع نسبة بطالة أقل من الإغلاق الأول والثاني بحسب توقعات مصلحة التشغيل الإسرائيلية حيث تنص هذه التوقعات على إقبال بنسبة أقل على التقدم للعمل مما يجعل معدل البطالة أقل من السابق والذي وصل نسبته إلى أكثر من مليون مواطن التحقوا بسوق البطالة في هذه الأزمة كل ما يكون في إغلاق أكثر في محلات العمل وتسكير أكثر على المجتمع كل ما تزيد البطالة وترتفع البطالة لأنه لأي إنسان لأي محل عمل يوم ما يتسكر العمال عنده يقعدوا في البيت ويكونوا عطني عن العمل ويتقدموا لمكتب العمل وهي بازدياد كل ما في إغلاق أكثر فأنا أعتقد أن الإغلاق هو عامل مساعد في قضية أنه العامل يقعد في البيت متوجهش على الشغل ويرتفع نسبة البطالة في كل إسرائيل وما أدرك كيف وسطنا العربي على الرغم من بدء التطعيمات في البلاد إلا أن معدل الإصابات وصل في الأسبوع الأخير إلى أربع آلاف إصابة يوميا مما دفع الحكومة لقرار إغلاق ثالث والذي يفاقم الأزمة الاقتصادية لدى المواطنين وأصحاب المصالح الخاصة أيضا والذين قاموا بتسريح الآلاف من العمال لإجازة دون راتب طرحت وسائل الإعلام إسرائيلية رؤية مفادها أنه من الممكن رفع الإغلاق الثالث الذي دخل حيز التنفيذ قبل المدة المتوقعة لاستمراره على الرغم من ترجيحات استمراره مدة شهر كامل ووفقا لما ذكرته مصادر إسرائيلية فإن وزارة الصحة ستدرس معدلات فحوصات فيروس كورونا الموجبة الأخيرة وفي حال كانت مشابهة لمعطيات نهاية الأسبوع الماضي فإنه سيتم النظر في مدة الحجر العام هذا ولن يشمل الإغلاق المدارس على أن يكون الطلاب مطالبين بالتعلم وجاهيا كما وتحضر إقامة فعاليات في الأماكن المفتوحة وتمنع الدراسة العملية في مؤسسات التدريب المهني ونشاطات الحركات الشبابية والشبيبة ودعت الشرطة الإسرائيلية أنها ستركز على منع التجمهرات وإغلاق المحلات التجارية التي يشملها الإغلاق ولن تركز على الأفراد علما بأن الإغلاق يمنع وجود شخص في منزل غير منزله تعد قرية برتعة الواقعة في منطقة وادي عارة في المثلث مركزا تجاريا يقصده آلاف المواطنون يوميا ويرتفع عدد الزوار في هذه القرية في نهاية الأسبوع ليتجاوز عدد المتبضعين هنا عشرة الآلاف وهو ما يسبب ضغطا كبيرا على شارعها الرئيس المؤدي إلى القرية وبهذا تشهد القرية ازدحامة مرورية كبيرة وهو ما دفع بالنائب يوسف جبارين إلى عقد جلسة مستعجلة في الكنيزة مع الجهات المسؤولة حيث طالب جبارين بتحويل الميزانيات بشكل فوري لمجلس بسمة عارة بهدف توسعة الشارع معاناة أهلنا في برطعة ومعاناة كل المسافرين الذين يزورون برطعة بنهاية الأسبوع هي معاناة مستمرة نتيجة التمييز طوال عشرات السنوات ضد قرية برطعة تحديدا هدف الجلسة اليوم في الكنيزة هو الضغط على وزارة المواصلات وأيضا شركة نتيفي إسرائيل لتوفير كل الميزانيات اللازمة نتحدث عن حوالي 15 مليون التي بحاجة لها من أجل توسيع الشارع تطويره ونريد له أن يكون شارع آمن يخدم أهلنا تماما كما نرى التطوير العمراني للشوارع في البلدات اليهودية في هذا الشارع أيضا يتعرض أهل القرية إلى عشرات حوادث الطرق سنويا وذلك لافتقاده لسبل الأمن الكاملة خصوصا مع وجود عطافات حادة يحتاج مجلس بسمة عارة إلى ميزانيات ضخمة بهدف تأمين حياة مواطنيه ومستخدموه هذا الشارع ورغم التوجهات العديدة لمجلس بسمة عارة إلا أن الميزانيات التي صدق عليها سابقا لم تحول بشكل كامل للمجلس طبعا في الفترة في 2019 حسب الإحصائيات في حوالي الطرق المسجلي لدى الشرطة كان حوالي 29 حادث مسجل طبعا فيه كمان حوالي الثاني وهي غير مسجلي ولكن غير معترف فيها عند الشرطة فالعدد الهائل من هذه الحوادث في عام واحد يدل على خطورة هذا الشارع وطبعا على خطورة الإصابات الكثيرة ممثل وزارة المواصلات الذي شارك في الجلسة الطارئة اعترف بالمخاطر الكامنة في هذا الشارع ورغم عشرات الحوادث لم يتم الاستثمار بالشارع لإصلاحه وتوسيعه وأوصى رئيس اللجنة بأن يتم تحويل الميزانيات ليتمكن مجلس بسمة عارة من إتمام إصلاحه كتل شابان بعد تعرض سيارتهما لإطلاق النار أثناء سفرهما على شارع ستة باتجاه كفر قاسم على الرغم من مرافقة قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية لحمايتهم وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقامت بتقديم العلاج للمصابين في العشرينيات من عمرهما في حالة بالغة الخطورة وتم نقلهما إلى مستشفى بلينسون وقالت وسائل علام إسرائيلية أن عملية الإغتيال في شارع ستة تظهر بشكل واضح فقدان السيطرة بكل ما يتعلق في الجريمة في المجتمع العربي حيث أكدت مصادر مطلعة أن المجرمين نجحوا بتنفيذ الإغتيال رغم مرافقة ثلاثة سيارات من الشرطة لسيارة عائلة الضحايا أثناء مغادرتها مدينة الليد وتوجهها إلى مدينة كفر قاسم يشار إلى أن العام الحالي شهد سقط عشر الضحايا من مدينة الليد لوحدها في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تصعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة كان آخرها العثور على جثة سلمان زبارقة داخل سيارته بعد تعرضه لإطلاق النار في المنطقة الصناعية عدا عن حرق ممتلكات وسيارات وتسجيل عدد من حالات الاعتداء المستمرة رغم تواجد الشرطة في المدينة العرق بقرية مسلوبة الاعتراف في النقب مستمرة في نضالها رغم عشرات عمليات الهدم فالوقفة الاحتجاجية تسمت هذه المرة بالكشف عن لوحة السمود على مدخل القرية وانتهت باجتماع في الخيمة للناشطين الذين فضلوا أن يحتفلوا بنهاية عام الكورونا مع أهل القرية التي سطرت اسمها بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ اليوم نغلق عام 2020 مع وقفة احتجاج رقم 518 وفي هذه الأجواء نتذكر أبي حينما بدأ بتنفيذ الحقبة الجائر بحقه ثمانية أشهر سجن وها نحن مستمرون ونطالب هذه المؤسسة بالاعتراف بكل قرانة العربية وعلى رأسها قرية العراقيب رغم الكورونا ورغم الأمراض ونحن نودع عام 2020 ورغم كل الماساء نحن نقف الآن على هذه التلة لنقف ونقول لجميع السياسة الإسرائيلية نحن ضد هدم البيوت ضد تحريش الأراضي وضد موساد الأراضي وقد لخص الناشطون عاما آخر من السمود خلال الوقفة الاحتجاجية الإسبوعية على مفرق لها فيمرهات التي تم خلالها رفع شعارات والهتاف بأعلى صوت كف بكف وإيد بإيد عن أراضينا ما بنحيد مع دعوة عامة للاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقاب هذه اللوحة سوناها اسمها لوحة الصمود على مدخل قريطة العراقيب من شجار زيتون وتين أشجار مثمرئ كانت عندنا في قريطة العراقيب وهي بترمز للحياة اليوم يومي وبتعطينا الثبات على أرضنا دائما وأهل العراقيب والمتضامنون معهم مستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية ورغم أنهم يعلمون أن الجرافات ستحضر قريبا لمساواة خيمتهم بالأرض إلا أنهم يعلمون أنهم سيعيدون بناءها من جديد لأنهم يفضلون الحياة بكرامة على أرضهم بالرغم من الظروف السيئة بدل العيش في الزحام طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتايا في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المشاريع الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2334 كونه يمثل الإرادة الدولية في مواجهة الاستيطان وقال اشتايا أن الحملة الانتخابية الإسرائيلية المقبلة بعضها منصب على الأرض الفلسطينية وتعزيز الاستيطان وإن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أرض مطار القدس في قلنديا يشير إلى تجاهل فاضح للموقف الدولي الرافض للاستيطان ودانا رئيس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي وترويع المرضى وإصابة عدد منهم بالرصاص والغاز المسييل للدموع كما ودانا اشتايا قرر سلطات الاحتلال بمنع تطعيم الأسرى في زجون الاحتلال محملا إياها المسئولية كاملة عن حياتهم ومطالبا بتوفير التطعيم لهم تحت إشراف ورقابة الصليب الأحمر الدولي قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيب في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام إن ذكره تتناغم مع ذكرى الثورة الفلسطينية التي دفع من أجلها آلاف الشهداء دمهم ثمنا من أجل أن نحيا وأن نبقى ونعيش وأن يحلم الأطفال الفلسطينيين بمستقبل أفضل وأوضح اشتياء أنه يتم بذل الجهود من أجل الدفاع عن الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على الأرض مضيفا أن رسالته في هذه المناسبة هي أن أساس الصمود هو الوحدة الوطنية والمجتمعية مسلمين ومسيحيين ومكونات المجتمع كافة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر